اشتركوا في القناة اكلت في سيخ ورنجال دينا اكلت في سيخ ورنجال وبصل وحسب بعدها باغماء شوية بس يعني كان تمام تمام كل سنة وكل مصر طيبة واعياد الربيع بالتأكيد وكل حاجة حوالينا جميلة يوم النهاردة جميلة سيبقولي دينا نهاردة 13 رأيتلي ايه يعني 13 برضو غقم كويس جدا في بعض البلاد على فكرة بيبقى رقم حظ احنا عندنا مرتبطين جدا في بعض البلاد اه لكن احنا عندنا مرتبط 13 ده رقم النحس صح ده فيه ناس بتحبه جدا وفيه ناس بتتفاقل به جدا في بعض البلاد يعني وفيه ناس تانية شايفانه رقم نحس خلينا نتفاقل عشان يوم جميل وكله بركة ان شاء الله علينا وعليكم كفية ان انتم صحيين نهاردة اكيد بتشوفونا بتتابعونا عايز اقولكو فقراتنا جميلة جدا ومنوعة خلينا نبدأها بالتأكيد بفقرة الصحاف والكاتب الصحفي المتميز يساس حسام الحداد والقراءة في منشتات وعنوين الصحفاء الصادرة صباح اليوم حلو قوي ان تكون عندك حلم وتجري وراه وتحقق ومعانا مطلبة النهاردة جميلة جدا هي حبيبة زهران حبيبة زهران بتغني بس بتألف كمان وبتغني بلغات مختلفة غني انجليزي وأسباني وعربي طبعا وبتألف اغانيها وبتلحن كمان هنتعرف عليها اكتر وطبعا اكيد هتغني معانا النهاردة يكون معانا زي ما قلت حبيبة زهران الطريق الى القمة العنوان في حد ذاته ملفت جدا للنظر خلينا كلمكو على الكاتب الصحفي بالتأكيد المتميز او الكاتب عماد الأزرق الكاتب الصحفي بالتأكيد كلمة الطريق الى القمة تستدعي الانتباه وتسترعي الانتباه ولكن هتحدث فيها كاتب هذا الكتاب عن قصة نجاح للصين والتنين الصيني والرئيس الصيني بالتأكيد في 30 سنة او 90 عام الماضية ايه الحدوتة ايه الكواليس ده اللي نعرفه النهاردة من أستاذ عماد الأزرق انتلقت فعاليات مهرجان اسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والمفروض ان هي بتستمر لحد يوم 17 من الشهر ده بيشهد المهرجان مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية منها الندوات والورش وعروض الأفلام الطويلة والقصيرة يمكن المهرجان ده في دورته العشرين هيكون دفنا استاذ ناصر عبد الحفيز والمخرج والكاتب الصحفي فقرتنا الدينية النهاردة بالتأكيد من نكلفها على إسراء والمعراج وهذه الليلة الرائعة واللي هنتحدث فيها عن كيف أسري برسول عليه أبدال الصلاة والسلام هل كان بالجسد أو بالروح والجسد معا ده اللي هنعرفه المهاردة من فضيلة شيخ الدكتور عادل المراغي من علماء الأزهر الشريع نبدأ على طول ما حضرتكم بس معنا تقرير رياضي رياضة بالتأكيد نحن كلنا منتابعوا المدربة رومينيا الأنصاري وتقوية عضلات الأرض سريعا إلى تقرير رياضي وعودة مرة أخرى مع فقرة الصحابة